ميدانيا استشد عدد من الفلسطينيين غالبياتهم من الأطفال والنساء وأصيب أخرون في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة واستشد أو استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أدى إلى ارتقاء تسعة شهداء بينهم ستة أطفال ونساء كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على حي الزيتون وتل الهوى في مدينة غزة وشنت غارة على منزل في حي الرمال بمدينة غزة وقالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب أربع مجازر راح ضحيتها سبعة وثلاثون شهيدا وثمانية وستون مصابا خلال أربع وعشرين ساعة وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أربعة وثلاثين ألفا وتسعة وأربعين شهيدا إضافة إلى ستة وسبعين ألفا وتسعمائة إصابة